مرحبا، السلام عليكم اليوم سوف نقرأ الفصل الثاني من كتاب سنة في قناة لهدي الغنم وصلنا قناة منذ يومين ماما لاحظت صدمتي، أنا ودينا فنصحتنا أن لا نفكر في كل المدة المتبقية السنة كلها وأن الأسهل أن نعيش كل يوم بيومه أن نعيش كل يوم بيومه دينا ما زالت صغيرة في سنة خمسة ابتدائي ويمكنها التعود بسرعة على الوضع الجديد لكن أنا فعلا يقلقني التفكير في المدرسة الجديدة وفي مشاركة أولاد خالة غرفتهم وافتقادي لأصحابي والحمام نعم حتى دورة المياه هنا تسبب لي القلق لكن بصراحة بعد مباراة كرة القدم العظيمة التي لعبناها اليوم أمام البيت ثم وجبة الغذاء الأعظم منها ارتفعت روحي المعنوية قليلا تيتا رقيا تقريبا لا تتحرك من المرض لكن ما زالت شخصيتها قوية والكل يحترمها بمن فيهم خالي عمر المخيف تراقب كل ما يحدث حولها ولا تكف عن الحك والتعليق على كل شيء وتعليقاتها أحيانا تكون ضريفة جدا اليوم مثلا سمعت ماما تقول إن الجو جميل وليس شديد الحرارة كما توقعنا فردت قائلة توت يقول للحر موت ثم نظرت إلى خالي وقالت بشدة توت إلوي ولا تفوت لم أفهم علاقة التوت بالحر والري وأنا أعرف أننا نزرع طماطم وقمح طماطم وقمح ولم أسمع أن عندنا شجر توت لكن ماما شرحت لي أنا ودينا أن غدا هو رأس السنة القبطية وأول شهر فيها اسمه توت ولكنه لا صلة له بالتوت الذي نعمله مربى وإنما يعود إلى توت إله الحساب والعلم والفلك عند قدماء المصريين أختي الساججة سألتها عن علاقة تيتاروقية وعلاقتنا نحن كمسلمين سألتها عن علاقة تيتاروقية وعلاقتنا نحن كمسلمين وفي القرن الواحد والعشرين بالسنة القبطية وتقويم الفراعن هذا ماما ردت عليها وقالت لنا إن الفلاح المصري ما زال يستخدم نفس التقويم في تقسيم مواسم السنة الزراعية لأنه دقيق جدا في رصد أحوال النيل وفصول السنة وقالت إن السد العالي صحيح جعل مياه النيل عندنا لا ترتفع ولا تنخفض كثيرا مثل ما كانت في السابق لكن المناخ لم يختلف كثيرا اندهشت من ذكاء تيتاروقية ومن معلومات ماما واستبشرت ببداية الموسم الزراعية على قدومناه وقررت في حالتي أن أنا في حالتي أنا أن توت يقول للقلق موت إلى اللقاء في الفصل الثالث من كتاب سنة في قناة